القرآن الكريم يقول يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم وأهليكم نارا وقوجها الناس والحجارة أعدت للكافرين يعني الله تبارك وتعالى يأمر الناس أن تحمي نفسها وأولادها وعائلاتها من النار يعني أقرب عادة أقرب ناس لا إلي هني إخوتي أولادي بناتي زوجتي كذا إلى آخره هولي أقرب الناس لا إلي فالمفروض أني أنا اهتم فيهم أكثر لأنه أنا على تواصل دائم معهم يومية يمكن كل الليل وأكثر النهار نلاحظ فإذن التأثير يكون أكثر لا لأنه في وقت أكثر للكلام والكوميونيكيشن والتعاطي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتعليم والقاء المعرفي وما شابه كأنه الإنسان إعد بكامب موجود وهذا الكامب ما عم يطلع منه لبرة البيت هو كامب صغير موجود فيه الإنسان إلى ثلاثين سنة أو أربعين سنة مثلا فالله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا قو أنفسكم يعني احموا حالكم قو من الوقاية ومنها بتجي كلمة التقوى يعني مشتق منها من الوقاية الفعل فعل الأمر منها قي حرف قاف بس هذا أصغر فعل الأمر باللغة العربية هو قي يعني قد يعني بي ذا ليجر أوب سامع كيف المهم أن الله تبارك وتعالى يوصي أن يهتم الإنسان أن يهتم الإنسان بمن حوله للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هم شي عائلته اللي سكن فيها لازم تكون في دائرة طاعة الله سبحانه وتعالى إذا الإنسان بدي يكون مهتم بدينه ومهتم بآخرته ما ممكن يعيش حياة مرتاحة إذا كان ابنه مثلا نفترد والعياذه بله فاسق ابنه تاني بيشرب خمر ابنه بيلعب أمار هذا الولد ما بيصلي وهذا كذا يعني ينزعج المرء من هذه الحالة يعني بيلاقي حاله بوضع روحي غير مستقر شهر رمضان هذا فاطر هذا كذا هذا ما فرأني معه يصلي يعني وضع روحي متخبط يثير القلق والإضطراب بالقلب ويثير الأسى عند الإنسان بطبيعة الحال بس يشوف الإنسان أولاده مش على نفس الخط بيتضايق حتى لو كان شيوعي بعض الأحيان بيقول لك بلاذ يجب يكونوا شيوعيين حتى لو كان ليبرالي أو شيء بيحب أنه والله ديموقراط أو ريبوبليكان يحب يكونوا مثله لاحظ حتى ما يصير في كونفلكت بالبيت نفس الشيء في كل مكان فموضوع تربية الأولاد بيجي هون المسألة الأساسية حتى ينشئ الإنسان عيلة متكاملة عيلة قوية في دينها وفي اعتقادها عيلة تمثل له في الخارج أيضاً نلاحظ شو هذا 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 العمل تربية الأولاد أو إنجاب الأولاد بطريقة بشكل مبدئة هي مسألة فطرية عند الإنسان أنه بقدر نظر عن ماذا يعتقد وأنه الولد شو ممكن يعمله وبعدين أو شيء إنما الإنسان يحب يجيب الأولاد خصوصاً المرأة يعني الإنجاب للمرأة أقوى يمكن من الرجل بتحب أن يكون عنده أولاد وكذا إلى آخرين كذلك الرجل ولذلك في أحد الأشخاص أجل عند الإمام الصادق قال له أو عند النبي صلى الله عليه وآله على ما أتخطر قال له أنا ما كنت أرغب بالأولاد حقيقة ما بدي أجيب أولاد مثل بعض الناس بيقول لك ما شو بدي الديكوست مثلاً ووجعوا لي راسي وكذا إلى آخرين الثقافة الغربية هيك بشكل عام للأسف بعض المسلمين هيك صاروا إنه والله إذا بدي يجيب له ولد أو ولدين صاروا بدي يحسب التاكسز ومش عارف شو كذا ينسى أن الله خير الرازقين مش هيك فقال له أنا كنت بالحج وكنت بعرفات بس شفت ولد عمره شيء عشر سنين حتى عشر سنة رافع إيديه إلى السماء ويقول يا رب أبواي عم بيدعي الله سبحانه وتعالى من أجل أن يرحم أبواه يعني بيه وأمه فبيقول أنا كثير حبات هالمشهد هذا ودخل بقلبي ورجعت وحبات الولد وصار عندي أولاد ليه لأنه الولد إذا دعا ربه بعرفات وعرفات هناك تستجاب الدعوة يعني الله يستجيب للمرء في عرفات حتى ورد في الحديث أنه من شك وهو في عرفات أن الله لن يغفر له فإن الله لن يغفر له يعني مش لازم تشك حتى مش لازم يكون عندك أي شبهة أو أي شك في أن الله سيمحو كل الذنوب اللي عليك فالدعاء مستجاب هناك الله سبحانه وتعالى يرحم الناس فهذا رغبة بالولد كذلك بعض الناس أجل عند الإمام الصادق عم بيحكي معه قال له أنا يعني ما عندي أولاد الإمام سأله فقال له ألا تحب أن يوحد الله في أرضه يعني هذه المسألة مسألة مهمة مش مسألة بس ولد وإنما الله يفرح لهذا الولد لا إذا كان يربى تربية حسنة ويكون مسلم ومؤمن والله سبحانه وتعالى يثيب أباه على تربيته بهذا لا لأنه هذا الولد موحد هذه الرحمة الإلهية كذلك الأمر بروايات كثيرة جدا وأحاديث كثيرة جدا تتكلم عن فضل إنجاب الأولاد من أجل أن يكونوا ذخرا لأهلهم يوم القيامة حتى بعد مماتهم كما ورد في الحديث المعروف كل الناس تعرفوا ينقطع عمل المرء إلا من ثلاث صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له بذل عنده أجر وثواب حتى بعض ما يموت لا لأنه ابني عم يدعي لي ابني عم بيعمل لي مجالس ابني عم بيعمل خير وبيقول عن روح والدي ولدتي كذا إلى آخره ولذلك أنا ذكرت مرة قصة عن المسيح عليه السلام عندما كان مرم بمقبرة ورأى يعني بعينه البرزخية أو بشهوده أن رجل يتعذب في قبره بعد سنة رجع إلى نفس المقبرة فرأه في نعيم فالمسيح روح الله عليه السلام سأل الله قال له يا رب أنا كنت السنة الماضية كنت مرة من هنا فرأيته هذا الرجل معذب في قبره مش مرتاح بالمرة ولكن هذه السنة فهو منعم في قبره فشو قصته هذا فقال هذا الرجل أدرك ولدا قبل ما يموت يعني كان عنده ولد صغير هذا الولد كبر وكان مؤمن فأصلح طريقا وكفل يتيما فغفرت لأبيه بسبب عمله لا لأنه هذا الولد من هذا الرجل فالله برحمته ها غفر له لأنه ابنه أصلح طريق ولعله الرواية لسن الرواية أنه ابنه عن روح بيه عمله يمكن أو شيء بس الروية ما بتقول هيك يمكن بس لأنه ابنه أصلح طريق وكفل يتيما هلا بسبب ابنه من سبب وجود هذا الابن هو هذا البي فالله برحمته غفر لهذا الرجل ذنوبه هذا هذا هو يعني غيظ من فيض من فضل الأولاد وبركة وجود الأولاد بنات حلا بس أقول ولد أنا معناته بنت أو صبي ولذلك هناك يعني موضوع آخر أكيد يعني مؤكد للأهمية وهو أن الولد هذا يعطي أهله ذخرا يوم القيامة أنا إذا كانت غاية الوصول إلى القرب الإلهي والنجاة من النار والخلاص والدخول إلى الجنة في عندي أساليب كثيري عندي وسائل كثيرة عندي الصلاة الصوم كذا وعمل الخير وكذا وكل هذا يعني رحمة الله هي كمان الأكبر بالموضوع ولكن عندي أولادي أيضا أنه بعد ما ماتي هذه الذرية إذا كان الذرية صالحة أولادي 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 وغيره إذا أنا ربيت أولادي تربية صالحة وعملت عيلي صالحة ومؤمنة وإني كذلك الأمر وجرى على ذلك الحال يمكن هذه الذرية إلى يوم القيم تكون شو؟ تكون ذرية صالحة فأنا إلي أجر من كل هذه الذرية إلى يوم القيم من سنة حسنة يعني اللي بيعمل جود وورك فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيم كذلك الأمر من سنة حسنة سيئة فله وزرها أو فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيم يعني مصيبة لاحظ فإذا هناك مسألة مهمة هي هو موضوع أن نفهم قيمة هذه الحالة الأولاد على أن إحنا وين عايشين عايشين مش عايش الواحد بجو إسلامي يعني لسنا نعيش في دولة إسلامية وجو إسلامي وإلى آخرية وكلكم يعني بتعرفوا شو المشاكل وشو التحديات اللي موجودة هون يعني ليست تحديات فقط في مجتمع مثلا لا يصلي لا يصوم كذا كذا إلى آخره فيه موبقات كثيرة فيه مغريات كثيرة فيه شياطين كثير بره موجودة ها بتحوم حول بني آدم بدأت بدأت يخذه يمين وشمال ما تخليه صلي ما تخليه صوم ينزع إلى الحرام من أجل أن لا يسأل عن دينه لا يهتم بدينه هذا شغل الشيطان مش هيك والشيطان بس يمزك هذا النفس خلص ضاع الولد هلأ إذا ضاع الولد يعني احتمال كبير أنه يضيع ولده ولده يعطيك العافية تخبز بالفراح مثل ما بيقوله هلأ إلا إذا الله رحم واحد منهم يا ما في ناس هيك مثلا بس إنه بالنهاية عادة عادة عندما ينحرف المرء ينحرف تنحرف ذريته بشكل عام بشكل عام يعني وهذا شيء مخيف وإذا صلح المرء تصلح ذريته واستصلح ذريته ليست فقط تصلح لمن بعدهم يعني أولاد وولاد وولاد إنما قد تؤثر بذرية الآخرين والآخرين أيضا يستصلح ذرياتهم أو ذرياتهم نلاحظ كيف فالأجر والثواب بيصير أكبر بكتير كتير يعني شوف أعمال مثلا أعمال الصالحين والناس الثوريين والناس اللي وقفوا أمام الظلم ووقفوا مع العدل وأقروا العدل إنه قداش هولي خلوا ناس كتير ترجع للإسلام علمائنا ومؤلفين مراجعنا قياداتنا هولي كلهم أثروا أثروا بالعالم أثروا بالأم كلها والأم كلها كثير من الناس بسبب هؤلاء العلماء ومواقفهم وشهاداتهم رجعوا للدين وفي ناس شيوعيين رجعوا للدين وماركسيين رجعوا للدين فهولي إلهم أجروا ثواب بها العالم كلها وهولي اللي رجعوا للدين عندهم ذرية فهذا الرجل يكسب من هذه الذريات إذا صح التعبير إلا يوم القيمة أجروا ثواب شيء يعني معروف هذا بحسب الروايات والأحاديث هلأ كيف نحن من ربي ولادنا كيف نتحدى المجتمع اللي براه هلأ في مراحل أوقات الوحب بيكون مش مجوز بعضهم يعني ليس متزوجة بس لازم يفكر أنه أول شيء أول شيء من هي الزوجة اللي بده ياخذها أو من هو الزوج اللي أنا بديه تزوجه يعني بالنسبة للمرأة وبالنسبة للشاب نفس الشيء يعني النبي صلى الله عليه وقاله هو قاتل بقول إجا واحد لعنده قال له بدي تزوج قال له تربت يدك عليك بذات الدين يعني خذ البنت اللي عندها دين هلأ مش بس للشاب يعني البنت ما مشكلة تيخذ واحد ما عنده دين لا وإنما لسان الروايات عادة بالتعبير الذكوري ها لو أنا امرأة كذا لو أنا رجلا كذا نفس الشيء كله للمرأة لأنه الآيات القرآنية واضحة بين الله وبين العبد ما في شيء اسمه ذكر وأنثى سواسية هلأ بموضوع الاجتماع موضوع مسائل تانية مسائل يعني هذه لها خصوصياتها وإنما الله سبحانه وتعالى جعل الذكر والأنثى بنسبة إلى الله شيء واحد هذا الاختيار مسألة مهمة جدا فالنبي صلى الله عليه وآله مرة كان قاعد بمجلس عم يتحدثوا عن النساء والرجال والزواج وكذا مثل ما نحن ما تحدث أوقات فكانوا يسألوا النبي أسئلة ليعرفوا الدين شو بيقول فأجا واحد قلوا للنبي قال له يا رسول الله مبسوط هو عم يفتخر يعني عندي امرأة إذا دخلتوا البيت استقبلتني وإذا خرجتوا شيعتني يعني وصلتني على آخر الباب بس تسمعني جاي بتجي على الباب بتستقبلني مش بتدلة مثلا بالمطبخ عم بتجلع أو كذا أو بمحل تاني لا بتجي بتستقبله قال له يعطيك العافية كذا إلى آخره وإذا رأتني مهموما قالت لي ما يهمك يعني شو الهم اللي أنت مهموم عشانه وإذا كنت مهموما لأمر الجنية يعني ضع لك إرشان واحد غشك عمل لك شغلة فإن الله قد تكفل بالرزق فإن غيرك قد تكفل بالرزق ما تهتم الله هو خير الرازقين وإن كنت مهموما لأمر الآخرة يعني مثلا راحت عليك صلاة الليل أو مثلا ضيعت شغلة معينة اغتبت حدا ومأهور أنت على الذنب اللي عملته فزادك الله هم فعم تدعي عليه أنه الله يزيدك هم لا لأنه إذا زوجي كان مهموم ودلوا مهموم عشان أمر آخرته معنيته بيخاف الله فأني هك بدي زوجي يخاف الله فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله هذه عاملة من عمال الله كيف عمل النحل بكونوا الوركرز بالنحل كيف يشتغلوا البيز والذكور قاعدين مش عبي يعملوا شيك سلينين ها هذي بالبي هايف هك بكون عندي وحدة بالباك يارد أنا فابدلني برأي بنا بشوفهم فعم بقول له هذه عاملة من عمال الله لأن ماتت فلها نصف أجر الشهيد ها شوف هذا الفضل فالمرأة المؤمنة ذخر ومسألة كثير مهمة جدا يختار المرأة المؤمنة ها مثل ما قالوا اياك وخضراء الدمن قالوا قالوا يعني انتبه من هذه اللي خضراء الدمن سماها رسول الله قالوا يا رسول الله شو خضراء الدمن يعني كانوا في عرب بعض ما يعرفوش كمان بعض المصطلحات والكلمات فكان النبي صلى الله عليه ليوضح لنيا قالوا الحسناء في منبت السوق المرأة الحلوة الجميلة بس ما عندها أخلاق ما عندها قيم مش مؤمنة تركي صليطة تركي كذا كيف هاك فقالوا هذا يعني مثل عدم المأخذ إذا في مزبلة بيبقى في ورد أوقات صفرة حلوة تطلع على المزبل سماك كيف فهذا بتشبهوها بهالشكل ببعض الروايات هذه مسألة مهمة جدا تنسحب على الرجل أيضا الرجل الجميل يعني اللي عنده شخصية واللي عنده مال وكذا بس ما عنده دين شو بدك فيه مش كل شي هو المال ما في حدا مات من الجوع بالمجتمعات العادية بس إذا كان وحب معه ملايين ومليارات وكان سيء الخلق معك أنت وما هتم ملك وراح تجوز عليك الثاني والثالث والرابعة وماذا يأتي كفائزا ما بينفع كله هذا والتجربة خير دليل طلع بالواقع تلاقي كثير يعني من الناس اللي معهم مصاري مثلا نحن أنا يعرف من تجربة في لبنان بينزل على لبنان يجلب أجمل بنت وكذا بعدها تلاقي صرف مشكلة هون الجمال ما عاد له خلق يعني بيقول أنا أنا ما إلي خلق طلع فيها وهي بتكون جميل للبنت بس لماذا لماذا له خلق يطلع فيها هذا لأن المسألة مع الجمال صوري صارت المسألة بالدين بالأخلاق بالروح سامع كيف فلذلك الإنسان لازم ينتبه من يختار هذه أول هذه مسألة وهذا موضوع الاختيار وغيره يعني في عمق أكثر ولكن المقام لا يسعون هنا في مسألة جدا مهمة وهي أن الولد عندما ينشأ حتى قبل أن يولد في طرق لتربية الولد يعني حتى لو هو ببطن أمه قراءة القرآن كما ورد في الروايات بتفيد هذا الجنين حتى علميا إذا ترجع أونلاين وشوف كيف الكلمات وكيف التجارب عليها قراءة القرآن الهدوء والإطمئنان النفسي عند المرأة بأثر بالولد في كثير من المستحبات فرضها الشرع مش فرضها ولكن مستحبات أنه الولد بس يولد بأذنه بإذنه اليمنى ويقيمون باليسرى لا هل هو عم بيفهم الأذان مش عم بيفهم الأذان ولا عم بيفهم الإقامة يعني بالمفهوم العقليني بعضه عقله مش ناضج ولكن هذا إلى أثرها على النفس إلى أثرها على النفس العقيقة وقتلين نحن نذبح غنمي مثلا إذا كان ذكر نذبح ذكر وإذا كانت بنت نذبح أنثى من جمل أو بقرة أو أي شيء العقيقة مهمة جدا تدفع البلاء وتبعد الشيطان عن الولد هذه جزء من التربية يعني هلأ مثلا حتى يستحب إذا واحد عمره ستين سبعين سنة وأهله مش عقين عنه مش ذبحين يعني عنه يستحب له أن يعق عن نفسه وهو عمره 890 إذا مستحب مليحة هذه العقيقة ويكره أن هو يأكل منها هو وزوجته بس يطعموها للناس مليح هذه مسائل قبل 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 الولادة أو بعد الولادة في مسائل كثير موجودة بكتب بالرسال العملية يعني حتى هناك أيضا الولاد يبدأ يكبر عندك الولاد يبدأ يكبر عندك مرحلة أول ست سنين وتاني ست سنين أو أول سبع سنين وتاني سبع سنين وبعدين سبع سنين لاعبه سبعا أو اتركه سبعا خليه بطبيعته براحته ولعبه سبعا يعني اشترك انتوية يصرف عندك بينك وبينه تواصل ولا يمنع ذلك من أن تقوده إلى مكارم الأخلاق وتمنعه من أن يرى صور مش مليحة غير جيدة صور سيئة حكم مجتمعاتنا هلأ كل شيء مبتدل واضح انترنت على التليفون وهكذا حتى ما تشوش له كما كان النبي صلى الله عليه وآله يقول أمير الممي عليه السلام ولقد وكل الله به أعظم ملك من ملائكته يقوده إلى مكارم الأخلاق ويضرب على سمعه إذا كان فيه موسيقى أو شيء أو أي نوع من الأصوات المش مش مليحة وأيضا يضرب على نظره إذا كان فيه منظر مش مليح يخفيه عنه نفس الشيء الولد المفروض هيك أنه نتعامل معه بشكل أنه تخلي الولد يكون صديق مع أبيه بقدر المستطاع أن تربي الحال النفسيني الرحماني اللي عنده بينه وبين أبيه وبين أمه هذا مسألة مهمة جدا حتى يتعلق تعلقا نفسيا بأهله ويقبل بعد ذلك ما تعلمه بس يصير عمره 13-14 يعني مراهق تينيجرز وهكذا يجب أن تعلمه علوم أعلى وأعمق وتقوده إلى الجامع وتجيبه على المركز حتى يأنس بوجود الآخرين قوي ثقته بنفسه مسألة مهمة جدا أنه يكون جريء ويكون بيحكي وبيخذ وبيعطي مع الناس تعلمه الآداب الآداب الإسلامية كيف يوقف مع الناس كيف يحكي مع الناس كيف يسلب عن الناس كيف يتعامل مع الناس بكلامه كيف ما يقاطع الناس هذه كل آداب موجودة كلها في مكارم الأخلاق وكتب الآداب والأحاديث الإسلامية بحيث مئات ومئات من الروايات في هذا المقام هلأ معظم الولاد بعض الأحيان معظمهم بتلاقي مش معلمين هالمسائل هذه حتى الكبار فكرة فيه كبار مش معلمين هالمسائل فكيف يمكن أن يعلم الكبير هيك مسألة وهو مش متعلمة وهو عمليا على الأرض بيعمل ضدها لاحظ كيف فالأدب حتى يتأدى بالولد إن شاء الله منحكي بشكل مطول أكتر بهذه المسألة الوقت ذهمنا حتى بهذه المسألة الأدب يجب أن يكون في نفس الوقت ملقى إلى الولد عبر الحال العملية لاحظ لا يمكن يعني مثلا واحد هلأ إذا بدك تعلمه حسن الشجاعة والاقتناع بحسن الشجاعة سنة وسنتان ونظريات بس يواجه موقف خطير أو موقف تذهب به العقول هذا ما بيقدر يوقف لا لأنه مش معلمه عمليا على شو على أنه يكون يوقف هيك موقف مثل الإنسان العسكري ما بيجو بيعطوه نظريات بس بعدين بنزله على الأرض بالمناورات الحية وبرصاص الحية لا علشان يسمع الانفجارات ويتعود عليها مش يهرب من أول ما بتبلش أول رصاصة نفس الشيء بإلقاء العلوم العملية التي نتعلمها من أجل أن نعمل بها يجب أن يكون هناك عمل على الأرض يعني أنا مثلا أولادي بجيب لهن يعني بمعنى أنا والله أولادي بأمريكا والده بأمريكا بس بحياتهم ما ميخذهم عن نجف ولا على كربلة بحياتهم ما ميخذهم زيارة على الإمام الرضا مثلا أو على العمرة أو على الحاج وأنا ميعي مصاري ومتمكن ماديا فهذا بذل عنده الإمام الحسان هو مجرد شخصية مثل يعني سوبرمان أو شيء سامع كيف ما راح شاف العالم والناس ما شاف الملايين هي وعم تجي وعم تبكي وما شاف الناس هي وعم تضيف وعم شاف المجتمع الآخر هذا حس عملي بأثر فيه يعني المرة الماضية كنت بالعمرة وكنت بالعمرة كان فيه بنات وشباب يعني موجودين معنا وبالفعل يعني تأثروا كتير وحقيقة فيه منهم كانوا ش لبسين على رأسهم حتى ثلاثة ربائع نسوان مش لبسين على رأسهم سامع كيف بلا حجاب بس كان الأثر عظيم جدا عليهم لا لأنه عمره وحجه وكعبة وكذا خصوصا لو قد بتاخذهم وبتعلمهم على المواقع التاريخية فتأثر وتأثر اللي من حوله ما في حدا بيذكر بألا برا طب ما هي بلادنا مفتوحة لماذا بدي يروح على فلوريز يضع خمسة عشر ألف دولار وما عندي قطس ان يروح اخذه بألفين ثلاثة ألف دولار على النجف وكربل وإيران مثلا لا هذا ما إلى قيمة والدزني له قيمة لاحظ كيف فيه اسفاف بالموضوع فيه عدم اهتمام فيه عدم تقدير وتقييم انه هذا ابنك هذا بدك تعلمه بدك تهذب وبدك تربيه هلأ انت اذا بدك تربيه لازم تكون مربى كمان ولازم تكون قادر على انه تعلمه وفهمان ما تكون انه مثلا والله قاعد على التلفزيون عم تشوف صور بنات خليعة وانت بعدين بدك تقول له ما بيجوز يا بابا تطلع على هذي ما كنت انت عم تطلع عليهم او انت تأخر صليتك للعصر مثلا وإلى آخره وتقول له صلي يا بابا ما بصير يعني القاء العلوم من المجرب يجب أن يكون المجرب متلبسا بها وإلا بصير في ردة فعل انه هذا لو لو هو صادق كان كان اتنع فيها بس لأنه عم نشوف عمله على الأرض مش مظبوط فإذا مش ماتنع فيها أو قد يصل الأمر إلى شيء أعلى من ذلك أن الذي يقوله أصلا ليس حقا بعض الأحيان وفي ناس بصير في ناس بكونوا أهل مؤمنين بيعملوا مسيحية كانوا نساء أو رجال لا لأن أهلهم بيكونوا مش كلها الأدية ملتزمين ومهتمين بدينهم فبشوفوا أنه يعني أنت مش مهتم بدينك أنا لماذا أريد أن أهتم نقمل إن شاء الله يعني بالعربي هل لدي عشرة آية إلى الإنجليزية يأخذني أوقات صلوات على محمد وقالي محمد